هذا وقال مسؤول أمريكي أن الهجوم الصاروخي الذي طال مواقع بمطار بغداد لم يستهدف القوات الأمريكية المتمركزة قرب المطار في قاعدة وكتوريا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكية حيث أكد أن المعلومات عن استهداف القوات الأمريكية قرب مطار بغداد بهجوم صاروخي غير صحيح وشار إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع العسكريين ولم تستهدف القوات العسكرية كما تردد وبيّن أيضا أن واشنطن على علم بتقارير التي تشير إلى الهجوم على مجمع الدعم الدبلماسي في بغداد وهو منشأة تابعة لوزارة الخارجية وكما سبق أن نقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين أن قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي حيث استهدفت بعدة صواريخ من نوع كاتيوشا وأن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين